تزامنا مع قرب انطلاق موسم البر لعام 2024-2025 اطلع سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية خلال جولة تفاقدية اطلع على الاستعدادات لتقديم أفضل الخدمات للمخيمين ومرتدي البر وضمان موسم آمن ومنظم للجميع تزامنا مع قرب انطلاق موسم البر لعام 2024-2025 قام سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بجولة تفاقدية الى مركز خدمات البر للاطلاع على الاستعدادات والجهزية لتقديم أفضل الخدمات للمخيمين ومرتدي البر وضمان موسم آمن ومنظم للجميع هذا وقد اتفقد سمو محافظة المحافظة الجنوبية الخدمات المقدمة في مركز خدمات البر والتواجر الأمني والتنظيمي والتي تم تجهزها بأحدث الوسائل لضمان أمن وسلامة المخيمين وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للإسعاف الوطني ووزارة الأشغال وبلدية المنطقة الجنوبية كما اطلع سمو المحافظ على عرض مرئي حول مراحل التسجيل الإلكتروني من خلال مبادرة خيم عبر تطبيق الجنوبية الذي يتيح اختيار المواقع المناسبة وفق المساحات المسموحة مع توفير دليل إرشادي إلكتروني لضمان التزام المخيمين بالاشتراطات الأمنية والبيئية وتبع سمو المحافظ الجهود الأمنية المشتركة والحملات التوعوية بالتعاون مع الإدارات الأمنية لتعزيز الثقافة المرورية وضمان السلامة العامة في المخيمات جهود متضافرة من قبل المحافظة الجنوبية وكافة الجهات المعنية لضمان موسم بر آمن ومميز يجمع بين تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للجميع ولن يسرنا التواجد في مركز المخيمين اليوم للاطلاع على كافة الترتيبات لاستقبال موسم البار لعام 2024-2025 المحافظة الجنوبية في أتم استعداد مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية وبلدية المنطقة الجنوبية ووزارة الأشقال وكافة الجهات المعنية لضمان موسم آمن ولا شك المحافظة حريصة لتنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه وبدعم من سمو ألي الأهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه المحافظة دائما تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتنظيم سلسلة من المبادرات ونحن اليوم إن شاء الله جاهزين لاستقبال المخيمين ومرتادي البر ولا شك أيضا عليهم دور كبير أن يلتزمون بالاشتراطات وبالضوابط التي حددتها المحافظة الجنوبية وهذا دور مهم للمواطن أن يلتزم بكافة الاشتراطات اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية ونحن في المحافظة نظمناها سنة العديد من الخدمات الجديدة منها الخارطة الإلكترونية ومنها الدليل الإرشادي وكلها خدمات تم إطلاقها هذا العام لاستقبال المخيمين ونحن إن شاء الله فيها تم استعداد ونشكر كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على دورهم واستجابتهم وتعاونهم معنا وهذا المركز إن شاء الله سيحتوي على كافة الترتيبات اللازمة ونتمنى للجميع موسم آمن وموسم ناجح إن شاء الله بكل المقاييس ونتمنى أيضا أن يتم استمرار الحملات الأمنية لهذه السنة إن شاء الله بذلنا جهد كبير أن تكون متواصلة على مدى الأسابيع القادمة ونتمنى للجميع التوفيق وفي إطار جهود الإدارة العامة للمرور في تأمين السلامة المرورية لمرتادي موسم البر أكدت الإدارة أهمية التزام مرتادي البر بالقواعد والأنظمة المرورية في منطقة الأسخيرة وذلك بهدف ضمان سلامة الجميع والحد من وقوع الحوادث المرورية وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنها تعمل على تكثيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والداخلية في مناطق البر وذلك في إطار الخطة الشاملة لضمان سلامة مرتادي المنطقة مشددة على ضرورة توخي الحذر والانتباه بشكل خاص للمشاه وأهمية محافظة أولياء الأمور على سلامة الأطفال ومراقبتهم مع ضرورة اليقظى أثناء القيادة في المسار المحدد وعدم التجاوز والتأكد من صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية للمركبات لضمان رؤية واضحة ترجمة نانسي قنقر